أهلا بكم معنا إلى تفاصيل الثانية من التلفزيون المصري قام الرئيس حسني مبارك بزيارة لمحافظة سهاج افتتح خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وأسلم عقود تمليك الوحدات السكنية للمستفدين من وحدات قرى الضهير الصحراوي الجديدة وفي كلمته أشهد اللواء محسن النعماني محافظ سهاج بالدعم الذي يوليه الرئيس مبارك لمحافظة مصر وذلك خاصة في الصعيد بما مكن من تحقيق العديد من الإنجازات على أرض المحافظة ومنها طريق الصعيد البحر الأحمر ومطار سهاج الدولي وقرى الضهير الصحراوي وقال إن المشروعات التي تشهدها المحافظة اليوم تشكل إضافة في مجال الخدمات العامة واستفسر الرئيس مبارك عن مدى توفر المواطنين ودور الجامعة في توفير الكوادر المطلوبة لها الماء والمكنات في الشرق المقبولة وكلهم ألا في الموقع الجديد سعادتك إحنا عملنا بلاتي هيئة هيئة المجتمعات الأمرانية ووصلت لنا الماء عن طريق محطة قرية الكوامل بإنقل سعادتك من النيل من المنشاة لمحطة في الكوامل للجامعة وتم توصيل خط الماء الكهرباء وصلت سعادتك وتم تغذيتها بلا أكثر من شهرين في الصرف الصحي إحنا عندنا محطة داخلية مؤقتة وست وزير لسه يكلمني سعادتك أبن روصل في مشروع دلوقتي للصرف الصحي المدينة سعادتك جديدة والجامعة وبعض القرى الملاصقة وستك الفايدة الفايدة مشتركة للهيئة اللي طبعا وجود الجامعة جنب المدينة الجديدة بيرفع قيمة الأراضي في المدينة الجديدة فهنا الدعم يعني دعم بشجع يعني من جانبي أشار المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق إلى أن العام المالي 2009-2010 قد شهد دخول مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق بتكلفة بلغت 23 مليار جنيه وقال إن المشروعات التي أقيمت في سهاج وحدها قد بلغت 14 مشروعا بتكلفة مليار ونصف مليار جنيه وقال المغربي إن 45 مشروعا للصرف الصحي بالقرى سوف تفتتح اليوم بعدة محافظات بالتزامن مع افتتاح الرئيس المبارك لمشروعات سهاج ثم قام السيد الرئيس بإعطاء إشارة البدل افتتاح محطة جرجال للصرف الصحي بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 250 مليون جنيه وافتتح الرئيس المبارك بعد ذلك قرية الأحيوة الجديدة وهي إحدى قرى الضهيل الصحراوي الشرقية بمركز أخميم والتي تضم 102 منزلا ريفيا على مساحة 211 فدان وسلم سيادته عددا من عقود تمليك المنازل المواطنين بتكلفة 25 مليون جنيه كما افتتح الرئيس مبارك المبنى الجديد لمركز علاج الأورام بمدينة مبارك الطبية وأشار الدكتور حتم الجابلي وزير الصحة إلى أن طاقة المبنى الجديد 70 سرير وبالتكلفة 80 مليون جنيه إلى جانب 96 سريرا قامت بفعل بالمبنى القديم وقال إن الدولة أنفقت خلال السنوات الأربعة الماضية 230 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مراكز الأورام في العديد من المحافظات شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر